تحياتي الكل المشاهدين ومتابعي قناة الاهلي في كل مكان وطبع من خلال تواجد فريق النادي الاهلي في الجابون وعقب الانتهاء من مباراة العودة أمام فريق منانا الجابوني والفوز المستحق والمهم لنادي الاهلي بنتيجة 3 واحد لكن في هذه اللحظات معي القاء هام جدا جدا مع أحد نجوم النادي الاهلي منتخب المصري كابتن أحمد فاتحي كابتن فاتحي براح بيك في البداية أنا بيكي زيكو عامليني براح بيك يا مبير عيش نبالك كتين مبالك كتين مطلعش معنا في كاتر أه اه انا طلعتها شو مزعلكوش اه طبعا عايزة بريكلك في البداية خلينا نبتدي مبارات منانا والطول الدوري أبطال أفريقيا عايزة بريكلك على المبارات او عالم مباراتين بشكل عام وبداية قوية بالنسبة لنادي الأهلي في بطول الدوري أبطال أفريقيا اه الحمد لله طبعا على الموتشين الموتش اللي هناك يعني ما كان شي صعب شوية في مصر انضيعنا فرص كتيرة ماتش خلص ربع صيف بس عملنا ماتش كويس مش وحيش العودة قد صعبة شوية الجو هنا صعبة شوية رتوبة جات عالية جدا والملعب مش مش كويس قوي في رمل كتير انا عيبت عليها بل كده كتير لقبت ماتشين عليها مش لقبت كتير لكن الحمد لله لقدرنا نكسل النكسة بتلاتة واحد الحمد لله لنا النتيجة شاف ان شاء الله الامال السنة دي كبيرة ان احنا نحقق البطولة دي خصوصا بعد البداية القوية كبتان فاتحي وزي ما احنا عارفين دايما ان البدايات بتبدي دفع كبير في الاستمرار في البطولة وان احنا ان شاء الله نحقق البطولة دي خصوصا بعد ما وصلنا النهائي سان فاتح واخصرنا يمكن اسباب كلها يمكن كانت معروفة وكان التحكيم كان صعب جدا مع اخر مبارة بصنا من موضوع التحكيم يعني ما بركز فيه اوي عشان اوالا ربنا كتب لنا نكسى ونكسى وقصبنا عنها لحد يعني لكن الموتشين في النهاية بطولات من اللي ازعلانها جدا نوصل لنهاية بتعبنا فيها البطولة دي لكن مفيش توفيق دايما كل حاجة تبقى خير فاكيد خير لنا اللي احنا ما حصلش نصيب لحنا ناخد البطولة دي لكن فاكيد عندنا استعداد للبطولة دي ت اقوى الفرة الفرة قوية يعني معظم الفرة انا اللي صعد الفرة قوية برضو معدہ يعني انا ما شيفتش الفرة التانية اللي ممكن اسماقة مش جامدة لكن ماتعرفش ممكن يكونوا اقوى برضو من الفرة التانية لكن اكيد يعني بتبقى يعني في المجموعات ممكن مكن نوع ماجموعة صعبة ممكن ماجموعة سهل ليما مانا عرفش لكن كل حاجة بتبقى عشان تاخد بطولة لازم اتعدي بصعب كتير لكن الحمد لله اللي احنا اول ما رشين ما كناش هلانين اوي يعني زي السلام فاتكم نبلغ بيدا فست كان فرقة كويسة وفرقة كانت فرقة كويسة تعيدنا شوية لكن السنة دي اتمنى هكون بدي خطوة كويسة ان شاء الله وان شاء الله وكون مركزين الفترة اللي جاي طيب دان فيما يخص طبعا بطول دور الابطال الافريكي والبداية مميزة بالنسبة النادي الاهلي لكن ايضا عايزة بركلك على حاجة اخرى وهو الفوز ببطولة الدوري وهي بطولة متعود عليها جمهوري النادي الاهلي لكن مرة دي طعمه مختلف لانه وصلنا البطولة رقم 40 في تاريخ النادي والنجم رقم 4 على التيشرت الخاص بالنادي الاهلي وموسم كان صعب وطويل وارقام جيدة جدا الفريق حققها السنادي واداء ونتائج اه طبعا الحمد لله بطولة الدوري السنادي من اهم البطولات لدي انا بالذات وللنادي الاهلي طبعا عشان دي البطولة 40 في تاريخنا لكن السنادي انا شايف لحنا ما شاء الله يعني مماشيين بشكل كويس جدا موسم الفرقة كلها لعبة السنادي ولعبه كتير مش زي السنة اللي فازت مثلا كان فيه مجموعة بتلعب على طول بدقة المطشط لكن السنادي لحد ما ممكن عشان المنافسة مكادش قوية بالنسبة لنا فمديني نحسن الباب الدوري بسهولة السنادي شوية الحمد لله ده فضل من عندنا ربنا كبير لكن طولة مميزة فيه لعبة كتيرة ظهرت بشكل كويس معظم الناس المحترفة المبارجة لكم يعني كانوا كويسين جدا فرعوا معانا طبعا فرق كلها كانت احنا فرقتنا يعني عندنا ميزة اللي احنا كلنا مع بعض كويسين مفيش مفيش حد بيزعل مفيش حد بالدائي لا الدنيا كلها ماشا كويس حمد لله صدر من عند ربنا ان شاء الله نفضل كده على طول ان شاء الله انت واحد ماشا الله كابتن فاتحي حققت تقريبا كل البطولات مع النادي الاهلي على مدارب تاريخك وتواجدك في النادي الاهلي لكن ازاي بتقدر تجدد الدوافع بالنسبة لك عشان تقدر تحقق المزيد من البطولات ونفس الحال بالنسبة لمنتخب مصر بص هو السؤال يعني السؤال السؤال يعني هو مش جد الدوافع هو سؤال حلو بصراحة لكن وسؤال صعب برضو نرد عليه مش مش صعب يعني لكن اا الدوافع لازم تخلي دوافع على طول انت نم خلج الدوافع لنفسك مش تعرف مش تعرف تلعب مش هيبه عندك مش هيبه عندك استمراري في حاجة لازم يكون عندك هدفة عايزة توصلها مع المنتخب نفس القصة مع النادي كون نفس القصة اا لازم ان تكون عارب يہنستن عامل اياه يعيز تحقق ايه يعيز تصددفن نفسك ايه لكن دايما الحاجات اللي انت عايز تض mateixها لنفسك ممكن لازم هديجب في الاخر عن طريق جماعي مش همش همدينل عب كورة جماعيه في الاخر لكن انت لازم لازم وانت بتلعب لازم بأن تجونا صعب على طول المستوى كويس ان تفضل بتلعب على طول عيز تحقق الدورة معا نديك عايز تحاول THIS فكل ده لازم بتتمرن لازم تمرن كويس و لازم يتركز و لازم يبدو مركز على طول ما ينفعش تركيزة كل في يوم بس هو يعني لكن طبيعا انت لازم تخلق بوافعك لنفسك عشان تقدر الحقيقة اللي انت عايزة خاصة في نادي بحجم النادي الاهلي دائما بينفس على كل البطاطي بشكل او عندنا النادي عمينا صعب يعني يعني اي صعب يعني يعني النادي لازم نخل كل بطولة فهو احنا هو بيضحط علينا اللود يعني يعني الناس لازم بتعرف لا احط علينا اللود و ضغط و ضغط عصبي و هم يعني اللي عاوش الايوة التانية بالنسبة لي كمان ما بتعادل ماتش ده بالنسبة لي يعني حاصل جناية يعني فلا و ضغط ضغط على طولة على عندنا ضغط يعني ما بتخش بطولة ام اكدر لاختبط بتلاقي بطولة داخلة تانية وراك بتلاقي مش عرب بطولة سوبر بتلاقي فلا فعني يعني ضغط عندنا كتير كبير يعني بس احنا عندنا لازم يكون لعبها كمان عندهم شخصيات قوية عندنا في النادي الدنيا مختلف لازم يكون لعب شخصيات قوية اما في او ممكن يحصل تأصل بجمهور ولكن في الاخر ما لازم تركز في الملعب بس يا ده رأي يعني توجد في النادي الاهلي بالنسبة لي احمد فاتحي بيمثلك ايه وخصوصا انت يعني لسه مجدد عقلك مع النادي الاهلي التوجد الحد زيته باستمرارك مع النادي الاهلي ده بيمثلك ايه؟ لا والنادي الاهلي ده بيتي يعني مش ان ابيال عشر سيني في النادي من allt 2008 اه مروح سنه سافرت فيها قاطر ورجعت لكن ام لا انا مش تواجد لها الحمد لله اللي انجددت سنتين ممكن حصل شوية مفاوضات الدنيا تأخرت شوية لكن دائما بيبقى كل حاجة لها وقتها وكل حاجة بتيجي في وقتها وكل حاجة بتيبقى خير انت متعافش الخير ربنا ما اقدر لك الوقت ما حاجة هتكون هتكون زي ما انا قلتلك من شوية يعني طروط افريكا اللي فاتت دي انا زعلان عليها جدا وكل مفترة ازعل لكن خلاص يعني هو في الاخر الدخير اللي انا مكتوبناه هو اخدناه ابن زبايحة تعبنا فيها جدا ويعني ما بقولك يعني فارجع للسؤال التاني لا ما انا حابب اكون في النادي وانا قلت الكابسة كده اصلا من اول كلامي معايا قلتله بالضبط يعني كلام بالضبط قلتله لا هو كان بيكلمني وقال الحابين ميكمل معايا يعني عايزين اكتمضي بس انا قلت له كابسة ان الحابب اللي اكون في النادي مش عزروح في حتة ومعنديش مشكلة من اي حاجة بس الدين اتاخر بقى شوية ونكن ممكن نسافرنا السوبر رجعنا ممكن نتكلمنا وتفوضنا عادي يعني بيحصل يعني مش ما بيحصلش يعني بس كل ده اكيد شيء وارد لكن الاهم في النهاية انت متواجد في النادي الاهلي وان شاء الله تبدل تنافس مع النادي على مختلف البطولات اللي بتشاركوا فيها لكن ده فيما يخص النادي الاهلي خلان نتنقل طبعا لحتة او جزئية اخرى وهي خاصة منتخب مصر وانت لعب دولة كبير ما شاء الله من انت صغير متواجد في مختلف المنتخبات حققت بطولك كتير جدا كان نقصك بس التأهل لكاس العلم كان عندك فرص كتير ان انت توصل لكاس العلم بس من الناس الاوليالة اللي لحقت الحمض اللي انها توصل لكاس العلم لا ان احنا لا اهلسى مرح يطيش لا ان شاء الله هتكون متواجد اكيد هكون متواجد دي الله اعلم لا ان شاء الله ان تكون متواجد مهم جدا هطيبا ان شاء الله انت متواجد وكان حلم اكيد بالنسبالك بخلاف ان هو كان حلم لكل الصشفات tecn 28 سنة ومرحش جاسعة اي طبعا يعني ما هو حلم بالنسبالنا كلنا يعني بالنسبال مصر اينا من سنة Crazy было 6 سنين اينا كان اينا كان عانس 6 سن ، اي ايه انا كان اسه كان على سنة سنة ما كنت متفرج علي المطش دا متاعة مصر وهلان ده انا كنت عام متفرج علي بس كنت متفرج علي الي غيرال معانا تانى شو كان حد معدني بحاجة فانا كنت عاملتها لعشان اتعادل كان حد معدني هيديني بالي كان جارن عنده بالي كتير جدا وانا ما وجادش عندي كنت غالبا بخسر فعادين علي لو ادعي لو اتعادلنا ادي كبلي ما جبنا التعادل وانطرح واخد البلي. بس يعني كتير صغير عددت سنين يعني. بس يعني من زمان يعني لا يعني بحب الكورة حب اتفرج يعني بحب الكورة عمنا انا صغير. بس لكن من سنة الدسعين يعني فده حلم يعني فيه ناس كثير يعني. عانك بالنسبة لي كان حلم كبير عشان كانت غريبة بالنسبة لي يعني بقالنا مراتين كانت ممكن تبيني غريبة بالنسبة لنا لكن مفيش نصيب يعني بس دائما انا اقول لك كل حاجة خير. طاعة مش خير فين يعني. الحمدودالله لي ربنا كرامنا وصعدنا يا الحمدودالله كنت حاسس ان المرة دى اقرب ولا المرة واستين اللى فات قوق اقرب بوساを المرة دى ممكن شوية بساااااا يعنى ممكن مش تأكد يعنى هاسيت اللى ربنا بعد ما ياخسرنا النهائي بتاع الجابون تضد الكاميرون حاسيت اللى ربنا شللنا خير الآن صعد ايا بس يعني Not المرة اللى فاتت كنت مناخدوا بطولة بطولة افريكا ومنصعد لا 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 لأ oneArthur كده بس دايما ربنا بياخد منك حاجة عشان يديت حاجة حسنة فهو يعني هو ربنا دايما اللي حكمة يعني فالحمدلله اللي ربنا يعني اكرامنا وصعدنا يعني انها كان انا كان نفس اخب بطولة افرقية برضو يعني عشان كان ببطولة الرابعة في تاريخي فبنسبالي كانت حاجة كويسة كانت مؤهلة كمان لكاس العالم الكارات والاجواء فيه تبقى حلوة برضو اولا الكارات يعني انا لعبت الكاس كارات برضو فممتع يعني فا اول ما ما فيش نصيب لكن الحمدلله اللي صعدنا كاس عالم ان شاء الله رب المجموعة كلها يكونوا كل الناس اللي موجودين او ربنا يعيب على الصبات عن كل الناس يعني مش في اللعيبة اللي ممكن مستر كوبر يختارها لكن في مصر كلها والاحسن والاجدر ان شاء الله يكون موجود ونتوفيه لينها ان شاء الله يا رب انت كنت متواجد في جيل قبل كده مليء بالنجوم وما صعدش كاس عالم والجيل ده ايضا انت متواجد فيه اوجه الاختلاف ما بين الجيلين ايه و ايه الفرق في الصعود لكاس العالم يعني ايه اللي خلى المراتي ان مصر تسعى كاس العالم بعد طبعا اه توفيق ربنا عن المرات الاخرى الى السابقة رغم يمكن الجيل اللي فات كان جيل اكثر من رائع وحق انجازات كتير جدا متخمع بصة وفي جملة كلا حمد هكازي بنكلم فيها صورت له كان الجيل اللي فات ده لازم ياخد كاس عي يعني نروح كاس عالم يعني يعني الجيل بتاعنا كان مش الجيل بتاعنا يعني ما انا موجه جيل بتاعنا او بتاعه يعني بس احنا كنا بس احنا كنا كويسين وجمدين بس فرعدين قال لي فرعدين قال احمد يعني انت لو سعدت كاس عالم انتو هتخللو لنا ايه انتم عملت كل حاجة و انا احنا كنا تتبطو لطيف افريكا دي صعبة و كده رحنا الكراد كنا ممكن نسعد برضو فيها بس كانش فيه توفيق لكن هم فعلا يعني هي بها سبحان الله يعني وخلي بيلك الجيل ده هو الجيل ده احنا الجيل بتاع الزمان كمسته اللي فيه تلات عمر مختلفين يعني كنت احنا كنت انا اعضل الكلمة انا الله رحمه عبدالوهاب وكان عمر زاكي ومتعب وحسني الجيل واحد وعا كده كان فيه شاوي عصام غالي وفيه لأ ابو تريكا اللي فويهم كان ابو تريكا بقى وسيد معوض وممكن بركاتك برسلنا وكان فيه الحضري وكابتر احمد حسن يعني مختلفين ثلاثة اجيال ممكن في الاخر عامل منتخب قوي احنا كنا جمدين يعني 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 كنش بشيط من حد وانا نكسب كل الناس لا ومش كهية كمان لا احنا كنا يعني وفي الاول شوية خلي بالك بدأ واحدة واحدة مع كابتر حسن طبعا يعني كابتر حسن من دربين يعني اللي في تاريخ الكورة المصرية يعني مش يعني مش عارف يعني مش عارف اتكلم عليه كتير عشان انا اصلا من ناس اللي بحبهم جدا ومدربين لنا بحبهم جدا لكن كابتر حسن عامل جيل كويس خليه عندنا ثقة ما بيخافش من حد نلعب قدامي حد ما بيخافش منه برازيل ايطاليا فميزة الجيل ده شوية كله صغيرين حتى انا قلتلهم اول مرة قلتلهم انتم ممكن بعد سنتين اتبوه جمدين عشان هم هيبدالوا مرحلة لخلاص سبعة عشرين تمانية عشرين بيبدأ عندهم نجب وممكن عنده بقى ستة عشرين يعني واتلاقي في لعبة صغيرة طلع يعني ممكن كمان سنتين ثلاثة هتلاقي عنده متخب قوي جدا ان شاء الله يعني هو طبيعي يعني بيحصل في الكرة يعني مش يتفضل انت مش تفضل على طول عندك جيل قوي هتلاقي جيل قوي وبعد كده شوية اه بيحصل فترة وبعد كده يطلع جيل قوي بس هي الميزة طبيعي اللي لازم كله يشتغل عليها اللازم دايما يبقى عندك المتخبات اللي تحت قوية عشان بعد كده ما ييجي يطلع هتلاقي كل لعيب عنده شخصية عشان بعد كده في المراحل اللي جاية يعني مع الضغط مع 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 السوشال ميديا دلوقتي مع الحاجات ديات اللعيب بقى مضغوط اكتر خلي بالك مش مزال اول الزمان ولا كان فيه سوشال ميديا ولا ولا فيه حاجة ولا فيه ضغط عليك ولا 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 لكن دلوقتي مضغوط اكبر واش عارف ده ايه وكل يبقوا لرأيه ومزاجه واتلاقي فلا يعني انا بشفك عليهم بصراحة يعني مش موضوع مسهل لكن اه هي دنيا كده يعني بص تموح في كاس العالم هيكون وصل لحد فين يعني احتمان بقى مبسوطين جدا ان احنا وصلنا البطولة اخيرا لكن انتو كلعيبة منتخب مصر انت متواجد ان شاء الله في المعسكر المهم اللي جاي بتفكروا ازاي وتمحكوا وصل لحد فين في كاس العالم بصوا يعني كلعيبة او لعيبة وجهاز فني وكل الناس طبيعا اللي احنا نفسان لسنا تضر لبعدكده لكن مش هنأchudها كلها حاجان خطوه خطوه طبيعיים فا اول شعندنا رجواء ما añoק Touch الأول طبعا مش سهل. لازم نركز فيه لأول. ونحن طبيعي لحنا مركزين هدفنا الأول لحنا نصعد. بعد كده نشوف الفرح. يعني خطوة خطوة. ونحن عايزين نوصل لأبعد حاجة ممكنة يعني. يعني مش 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 حاجة اللي احنا نروح من نلعب تلات ماتشات وخلاص. لا. لا أكيد يعني ببلينا هدف وطبيعي كل واحد نفسه اللي هو يعمل أحسر حاجة كاس عالم. يعني حدث ما بيعصلش غير كل أربع سنين. وحدث مهم وإحنا كمان بلنا 28 سنة ونروح شي فطبعا يعني كله هيطلق كل اللي عنده أكيد يعني. مجموعة سهلة ولا متوازنة ولا صعبة من وجهة نظر. مجموعة مسهلة. انت معاك ثلاث فرق من صاحبة الأرض ورجوين من فرق جامدة والسعودية. انت عارف الحساسيات اللي بيننا وبين بينهم فالموضوع يبقى صعب. لكن مجموعة لأ صعبة. مجموعة صعبة. دائما فكرة فيش حاجة سهلة وصعبة. أنا محبش أنا أنزل أقول ماتش صعب. لا ده ماتش سهل. أنا ممكن يكون ماتش صعب بيسم بفرق بتاريخ الفرق لكن ممكن عارض الواقع تلاقي الدنيا مختلفة. وتلاقي يوم الماتش ده ممكن حالتك انت كويسة جدا. ممكن حالت الفرقها بحشة جدا يعني. وهكذا يعني. ساعات يوم الماتش بممكن بيحكم اللي انت ممكن في حالة بتبقى عليها ممكن ومرأها. وده بفي الآخر تحضيرات اللي قبل كل ده بتفرم عالك كتير يعني. طيب. آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ من ناحية كاس مصر آه عشان ما أخدش الكاس ده معنى أقولت أنا أنا حاس لأنا عبطة مغير ما أخد الكاس فالكاس ده بالنسبة لي يعني أنا فرحدي بجده عشان يعني ما أخدتش كاس فعون طول حياتي يعني الحمد لله أول ما أطلقت معناني إسماعيلي أنا صغير وعن 17 سنة خدت دوري ولا 18 سنة خدت دور معناني إسماعيلي ووصلت نهاية أفركة معناني إسماعيلي وبعد كده جاء خدوا بصورة أفركة معناني لكن كاس معداش على أخر أوصل نهاية وأخسروا فهو كاس وكاس نحن نسعدش كاس عالم ونخدش كاس مصر فأنا أقولت يمكن أن نحسي في الكاس لكن حمد لله نحن خدنا كاس مصر وحمد لله نسعدنا كاس عالم لكن ممكن ماتش المصري يعني ماتش المصري كان بالنسبة لي يعني ماتش وهم هم الاتنين يعني ماتشين يعني مع المنتخب أنت لعبتهم مبارات كبيرة جدا ويمكن في إيطاليا وفي برزيل الدول ممكن ما يتنسوش من وجهة نظر الجماهير لكن من وجهة نظر كنت انتخبت بطلات كتير مع المنتخب ولكن لعبتهم مبارات كبيرة مع منتخبات كبيرة أكتر مبارة ما تنسهاش مع منتخب أكتر مبارة ما تنسهاش كل مبارات بس ممكن ماتش مصر و الجزاير في 2010 لكي نكون خسرين من ساعتها من كاس عالم أكسبنا أربعة ماتش ده أنا كوي تعلام منه جدا بس كنا مركزين فيه جدا عمنا ماتش كويس جدا ده من أحسن يعني فيه ماتشة كثيرة يعني لكن يعني بحب الماتش ده فيه ماتشة كثيرة يعني بابتزبانها بنسبالي كمان البطولة دي بنسبالها أنا يعني كوي تلعام بطولة كويسة جدا من أحسن بطولات جمهور النادي الأهلي بقى دي رسالة آخر حاجة خلاص جمهور النادي الأهلي بيحبك جدا على كتاب قوية جدا بأحمد فتحي إيه الرسالة اللي انت حابب تقولها لجمهور النادي الأهلي في هذه اللحظة في هذه اللحظات المهمة لا مش رسالة لكن أنا بحب بقع بحب النادي وبحب الجمهور جدا وبحب يعني ما فيش ما فيش جمهور زي جمهور النادي الأهلي في مصر كلها أتمنى الواحد يفضل يساعدهم ويفرحهم ونكون نجبلهم بطولات عشان زي ما أنا قلت لك هما عايزين كل البطولات يسخش لازم ناخدها بس هم تعودوا على كده ده طبي يعني ما محبش كلمة تعوده دي يعني ما تعودوا يعني لأ من نادي الأهلي لازم من نادي الأهلي أي بطولة لازم يدخلها هو جمهور النادي أهلي بيبأ طالب البطولة وبيبأ نفسه ملأ ده طبيعي يخل بالك واحنا مش طبيعي اللي احنا بنلعب احنا عايزين نخل البطولات وعلا بالنسبة لها احنا خلي بقى لك العيد الكورة بوقت الوقت بتاعه مصير في الاخر عشر سنين اتناشر سنة اي وقت حسب بقى ما كل واحد بيلعب طبيعا انت عايز تاخد كل بطولات طبيعا انت عايز تكسب كل ماتشاط وطبيعا انت مش عايز تخسر خلي بقى لك لكن اممكن كل ساعات غزبا عنك ما عندكش توفيق ما حاجات كتيرة جدا لكن هي الكورة كده اصلا يعني لازم يكون فيه ثقافة اللي ممكن تخسر ماتش ممكن تخسر بطولة ممكن بطولة تخسر من هنا تاخد بطولة وراها كده فهمها قصدي تبتلع في نادي كبير يعني من 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 اجبر عنديها في العالم فالموضوع لا انت عندك تخسر على طول زمان اولتلك فالموضوع لازم يكون اسهل شوية يعني يعني الناس ما تاخدش كل حاجة على عصابها يعني لكن هي وطبيعا لازم يبقى فيه هدوء شوية يعني طبيعا الكرة كده ممكن تخسر وممكن تكسب وممكن وعكذا يعني بس يعني يعني فرع العالم كلها بيحصل لها ضربات يعني إلا كده ما بيحصل لها ضربة ما مشكلة كبيرة عشان جمهور النادي الاهلي زي ما احنا قلنا متعود على البطولات لكن يعني سؤال مش عايزك تزعى مني في زالت من جمهور النادي الاهلي لما مثلا اضايق شوية من احمد فتحي لما اتأخر في التجديد ويعني او ناد على احمد فتحي بعض الندقات مثلا لا بس انا مش هاد ناتج عن الحب على فكرة لحمد فتحي من جمهور النادي اصلا انا مش معقول انا انا بحبك هامير وبعد كده اجي هزاك ده مش طبيعي اللي بيحب حد ما ينفعش بمعه كده ده طبيعي واللي بيحب حد هيفضل يحبه لشخصيته انا هتغير انا همشي ابو تريكا ميشي وجمع ميشي وبركات ميشي وساد معون ميشي كل واحد لي ما كانتوا عند الناس فاهم عصدي انا من ساعة ما جاءت النادي بالعشر سين عمري ما عملت مشكلة عمري ما اتكلمت محد وحش هذا مفضل الله دمعا انا الواحد بنزل التمريد باطمانه كهاز جدا في المتشاط بيطلع كل اللي عندي اه ممكن الواحد ربنا مش موفقة وممكن يحصل دروب ممكن يحصل طبيعي مش افضل مستوي على طول في الطب طبيعي اللي انا ممكن ويا كذا فاهم عصدي لكن الواحد بيحاول يعمل اقصى حاجة عنده ايه ممكن بيكون مصاب بس انا بجاء نفسه عايزة لعب يعني بس مش مزعل لكن في الاخر يعني هما ايه هما اممكن يصعب عليك شوية ايه ممكن يصعب علي ده طبيعي خلي بالك يعني طبعي انا اما يعني لما هما قالوا كده انا قلت يعني طبعي انا اصلا انا اخلي بالك انا لست اصلا في مفاوضات يعني يعني خلاصة يعني انا مشيتش ولا في حاج اصلا يعني لكن لكن الموضوع بالنسبة لي عادي يعني انا خدت الموضوع عادي زعلت شوية مش اكدب عليك يعني لكن مش ابقى منافك انا اقول لك لا ما زعلتش هب انا يعني ما عنديش دم لا زعلت شوية لكن يعني ما عادي يعني تحصل حاوه حاوه يا عادي消局 ابدا يا حائلها ..التم كيف تكانهم يوسك بالنسبة لي ما عندها تقول جمهور النادي الاهلي كيف تريدو انت مؤخرا كيف تريدو انتام اليها حابب تقوله ما اقولهم الحمدالله حمد الاهامser هم beers Pamela . بس ان شاء الله رب افضل افضلَ ماوجود في النادي و أوقتي عند Jayt وانا والادي في النادي موجود بجهاز فني باعي نكمل الموجود نحن موجودين لنفظى نسعدهم ونفظى نجبلون بطلات على دول ان شاء الله يا رب شكرا كابتر احمد ونحن كمان كجمهوري النادي الاهلي اكيد نتمنى ان انت تفضل موجود في النادي الاهلي وان شاء الله بعد فترة كبيرة اخرى تعتزل باقي الجدران النادي الاهلي وتبقى احد كوادر النادي الاهلي يا رب ان شاء الله شكرا كابتر ده طبعا كان لقاءنا ألهام جدا مع أحد نجوم الكرة المصرية خلال أو على مدار عشر سنين أو تناشر سنة سابقة نجم كبير جدا تابعا أحمد فتحي طبعا إلي شارك مع النادي الأهلي لخطرات كبيرة طبعا وإدري أن يحقق العديد والعديد من الإنجازات سواء مع النادي الأهلي أو مع منتخب مصر كلام أكيد كان مهم جدا من أحمد فتحي وبالتالي أكيد نتمنى لكل التوفيق الفترة الجاية مع النادي الأهلي مع منتخب مصر ويحصلت المزيد والمزيد من البطولات للنادي الأهلي